عبدالله شريف كان اتصل به وائل عبدالرحمن لوسمصار وائل ده بيقول انه ظروف ده اديه ومش لقي شغله ومش لقي فلوس غيره فبدأ يبعث لعبدالله على الواتساب زي ما حتركوا هتشوفوا دلوقتي بدأ يبعث له انه عايز يروح تركيا وانه ممكن يروح لغاية النوبة والسودان ومن هناك عايز عبدالله يساعده عشان يسافر على تركيا يهرب يروح لهم هناك فعبدالله قال له لو انت معاك جواز سافر ساري ممكن تروح لسودان والسفر من السودان لتركيا ساهل مفيش اي مشكلة اشطى اشطى المطلوب قال له انا ممكن بقى اديك فيديو مقابل هذه العملية يعني بايضو دفع لي فلوس ساعدني عشان اسافر وانا هديك سبق غير مسبوك ايه هو الفيديو اللي احنا بنتكلم عليه ومن ثم حصلت المرسلات والمكالمات عبر الهاتف وتم ارسال هذا المكالمة او هذا ما سموناه تسريب وراح وعبدالله ازاعه وعمل عليه الفكرة اللي نشاطة نشوف بس اعترافات واقل عبدالرحمن السمصار وبعدين نشوف تفاصيل ما جرى بينهم عبر الهاتف انا اسمي عبدالرحمن سلمان عند 42 سنة ومكين في اسكندرية وشغل في مجال السمصارة اتعرفت على واحد من الفترة وحوالي اربع شهور ادعى ان هو ليه وقال لي نسمه فروه القادي وقال لي ان هو من خلال علاقات ويقلص لي اي قصة في اي موضوع في جهة حكومية من خلال شغله في رياسة الجمهورية وبعت لي مكالمات هاتفية ولاقيت من المكالمات دي ان الناس اللي بتتعامل معها بتكلموا على اساس ان هو يعني بيفخموا فيه وبيحترموا اوه وفي الفترة الاخيرة حصلت لي مشاكل مادية وفكرت ان استغلت تسريبات اللي انتشرت على النت المكالمات اللي كان بيبعتها للي هو فاروق وكيبت رقم تليفون الاخواني عبدالله الشريف من على اليوتيوب وتواصلت معاه وبعت لهم مكالمات هاتفية دي وبلغتوا ان انا ممكن ابعت له مكالمات تانية بس دي على اخلاف الحقيقة يعني انا ما عنديش مكالمات ولا الكلام ده وهو قال لي وعدني ان هو يبعت لي عشر تلاف جنيه على وستن يونيون ونصب علي ده كان كلام واقل عبدالرحمن السمصار باقي بقى الدليل الدامغ بقى اللي بيؤكد كل هذا وهو التسريب الخاص بين واقل عبدالرحمن وبين عبدالله الشريف نفسه وهم بتكلموا مع بعض تعالوا نشوفوا ده لنؤكد اكتمال هذه المنظومة او اكتمال هذا الفيلم او هذا السيناريو الهابط ده عبارة عن فيلم هابط حقيقي بلا قيمة انا اقدر اسمي هذا الفيلم النهاردة سقوط عديمي الشرف الطامن يا زعيم عبدالله الشريف معاك ومحدش بيفتح التليفون ده ولا بيمسكه ولا بيقع في عيد في ايد مخلوق غيري انا فانا هتضل معاك وازن الصوت بتاعي واضح جدا تمام بص يا جميل انا بالنسبالي مش عشان اعمل سبق صحة في مسلا ولا اعادي الاولاد اللازين ادول ان انا الابس المصدر اللي جاب لي الحاجة لان هي البطولة كلها عندك انت على فكرة مش عندنا يعني انا اللي بعتك اللي فات هو ده البطل انا مجرد خدته ووصلته للناس انا موصلاتي فانا مش هستفيد حاجة ضررك الفويس التاني ده كان اتنين وعشرين دقيقة ومازال عندي قسم من بلا اتنين وعشرين دقيقة كل اللي نشرته منه حوالي سبع دقايق علشان ما درش التاني لان في حاجات تدر اللي بعتلي فانت اي حاجة تخصك اي تلميح على اسمك اي حاجة فيها صوتك اي حاجة فيها كده تأكد تماما مليون في المية ان هي في مخلوقها يسمعها غيرك